أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في باب الناهي عن الجسم والصورة من كتاب الكافي الشريف وكنا في الحديث الثالث حيث يذكر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الحق في بيان عدم جسمانية الله سبحانه وتعالى وعدم كونه ذا صورة فهو أجل وأعلى من أن يكون جسما أو صورة فالإمام بعد أن بين مجموعة من الأمور ذكر هذا الأمر عجزت دونه العبارة وكلت دونه الأبصار وظل فيه تصاريف الصفات إلى آخر الحديث الشريف الإنسان حينما يتكلم إنما يتكلم ليعبر عن مفهوم في ذهنه ولذلك كلما كان الإنسان أعمق وأكثر تفكرا يكون أو تكون الكلمات التي يستعملها أكثر ولذلك يقولون أن اللغة هي تكشف عن واقع الأقوام الذين ينطقون بتلك اللغة تكشف عن سلوكياتهم تكشف عن أفكارهم وتكشف عن الأمور التي كانوا يعايشونها فكلما كانت الأقوام بدائية كانت لغتهم بسيطة وكلما كان الأقوام أكثر تطورا تكون لغتهم أيضا أكثر تطورا وكلما كان معنى موجود في قوم وضعوا لذلك المعنى لفظا إذا لم يكن ذلك المعنى موجودا في قوم هؤلاء لا يضعون له لفظ لأن الإنسان إنما يتكلم لحاجته لينقل تصوراته إلى الآخرين فإذا لم يكن معنى يخطر في باله لا يكون هناك واجه لوضع لفظا لذلك المعنى بل يستحيل ذلك لأن الإنسان يضع الألفاظ لمعاني يتصورها فإذا لم يتصور معنا يستحيل أن يضع لفظا لذلك المعنى ولذلك كلما استوردت أو استوردت معاني جديدة تستورد وتستورد أيضا ألفاظ تلك المعاني نحن نشاهد الآن مثلا اختراعات تخترع في بلدان فتأتي تلك الاختراعات بأسمائها مع أسمائها وحتى مجاميع اللغة إذا جاءوا ووضعوا ألفاظ معربة مثلا في اللغة العربية لتلك المعاني يمكن في الأدب وفي الكتابات وفي الصحف تستعمل هذه الكلمة التي وضعتها المجاميع الأدبية ولكن يبقى استعمال الناس لنفس اللفظة التي جاءت مع ذلك الاقتراع الجديد إذن أي معنى يكون عند قوم يكون لذلك المعنى اللفظة نحن نأتي الآن إلى مسائل التوحيد الأقوام كانوا أقوام بدائية لا يدركون إلها إلا الأصنام التي يعبدونها وإذا كانوا يعلمون بوجود الله سبحانه وتعالى فإنما يشبهونه بخلقه يتصورون أن الله سبحانه وتعالى شبيه بهم ما يتصورونه كمالا في أنفسهم ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى فهذه المعاني العقدية السامية لم تكن تخطر في بال الأقوام البدائية والأنبياء حينما جاءوا وأرادوا أن ينقلوا لهؤلاء الأقوام الحقيقة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى لهم هذه الحقيقة لا يوجد لها لفظ في عند أولئك الأقوام البدائيين فماذا يفعل هذا النبي وهو يريد أن ينقل الحقيقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام يستعمل لفظا جديدا فلا يفهمون المعنى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي هؤلاء الأقوام لم يرسل الأنبياء ليتكلموا مع أولئك الأقوام برموز أو بإصطلاحات جديدة أو بألفاظ لم يكنوا يعرفوا معناها وإنما الأنبياء استعملوا لغة القوم ليبينوا لأولئك القوم الحقائق هذه الحقائق لا يوجد لها لافظة موضوع من تلك اللغة لها فهنا يأتي دور المجاز يضطر النبي لكي يفهم أولاء أن يستعمل نفس كلماتهم التي يستعملونها ولكن يحفها بالقراءة ليتبين أن المعنى المقصود هو المعنى المجازي ولذلك حينما نأتي إلى القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى حول القرآن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر معاني القرآن سامية جدا هي فوق مستوى البشر لكن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن لكي يفهموا القرآن ليعملوا به فلذلك القرآن الكريم مليء بالمجازات لأن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وآله ليبين للناس الحقائق وأرسله بلغتهم ولغة العرب كما يقال أكثرها مجازات لأن العرب كانوا متفننين في البلاغة وكانوا يتسابقون على البلاغة وكانوا يفتخرون بشعرائهم الكبار ويتبارون في المناسبات العامة التي يجتمعون فيها كالحج وكسوق عكاض وغير ذلك من المناسبات يفتخرون بشعرائهم ولذلك كانوا يتفننون في المجاز وفي العبارات البليغة والمجاز من أهم أساليب البلاغة فالقرآن نزل بهذه اللغة ولكن الله سبحانه وتعالى حفّ الكلام بقراء ليتبين أن المقصود ليس المعنى الحقيقي في بعض الموارد وإنما المقصود المعنى المجازي والذين يقولون أن القرآن لا يوجد فيه مجاز هؤلاء في الحقيقة لا يدركون جمال القرآن أو لأنهم بنوا عقائدهم على التجسيم في مسائل الصفات أرادوا أن لا يقولوا بالمجازية فلذلك أنكروا المجازية في القرآن إطلاقا مع أن هناك آيات في القرآن لا معنى لها إلا بالمجاز واسأل القرية القرية مجموعة جدران فما معنى اسأل القرية إذا أعطيت هذا الكلام لأي شخص يدرك ويفهم اللغة العربية يقول المقصود واسأل أهل القرية وهذا مجاز إما مجاز بالحذف وإما مجاز بطريقة أخرى وعلماء البلاغة بيّنوا أقسام المجاز ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا زين ما هو المقصود ومن كان في هذه أعمى هل المقصود المعنى الحقيقي يعني الذي فقد البصر وما أكثر المؤمنين الذين فقدوا البصر إما كان أكمها منذ الولادة أو فقد بصره في الدنيا فلم يشاهد هل مقصود أن هؤلاء في الآخرة هم عميان وأضلوا سبيلا كلا وإنما المقصود بالأعمى المعنى المجازي يعني أعمى القلب أعمى القلب هذا معنى مجازي للأعمى وإذا أنت أعطيت هذه الكلمات لمن يدرك ويفهم اللغة العربية يفهم منها المعنى المجازي وما أكثر المجاز في القرآن وفي الحديث الشريف زين في صفات الله سبحانه وتعالى الألفاظ التي تدل على تلك الحقائق السامية هذه الألفاظ لم توضع في اللغة العربية ولا في أي لغة أخرى لأنهم ما كانوا يدركون هذه المعاني السامية حتى أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وهؤلاء الرسل بلسان القوم جاءوا وبينوا تلك الحقائق بعبارات مجازية يد الله فوق أيديهم هل بمعنى أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى يأتي وله يد بالمعنى الحقيقي لليد ووضعه على يد هؤلاء أو فوق هؤلاء كلا المقصود أن الله سبحانه وتعالى قدرته أجل وأكثر من قدرة هؤلاء هؤلاء قدرتهم لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى حينما الله سبحانه وتعالى يصف القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هل القرآن يدان حتى نقول أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أو أن المراد من بين يديه من أمامه ومن الطبيعي أن الأمام يعبر عنه بتعبير مجازي من بين يديه من نسبة إلى الإنسان أمامه إذا أطلق عليه من بين يديه هذا معنى حقيقي لأن الإنسان له يدان فأمام الإنسان يكون بين يديه باعتبار أن اليدان تصل إلى أمام الإنسان لكن إذا عبر عن القرآن فلا يراد به اليد الحقيقية وإنما المراد المعنى المجازي يعني الأمام وهكذا كثير من الكلمات الأخرى الموجودة في القرآن القراءة المحفوفة بالكلام تبين المعنى وإذا لم تكن قراءة موجودة يعني إذا لم تكن قراءة ظاهرة لكثير من الناس فهذه الآية تكون من الآيات المتشابهة التي يفسرها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أو يفسرها الرسول صلى الله عليه وآله وكما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الرسول أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن ليبين معاني القرآن لأنه في بعض الأحيان التفاصيل غير مذكورة في ظاهر القرآن أقم الصلاة لذكري صلاة الصبح كم ركعة صلاة الظهر كم ركعة شروط الصلاة موانعها قواطعها كيفياتها هذا يبينه الرسول صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الزكاة واجبة ولكن الزكاة تجب في أي شيء وما هو نصاب الزكاة وما هو حد الزكاة وإلى من تسلم هذه الزكاة تفاصيلها تأخذ من السنة المطهرة التي بينها الرسول صلى الله عليه وآله وبعد ذلك وضحها الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حينما الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى لا يقصد بأن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش كجلوسنا على الكرسي وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى مستولي على العرش مستولي على الكون بأجمعه لأنه هو الخالق والمهيمن على كل شيء زين النبي عندما يريد يبين للناس هذه الحقائق هذه الحقائق لا توجد لها ألفاظ فماذا يفعل؟ يستعمل العبارات المجازية وهذه العبارات المجازية تشير إشارة لكنها لا تكشف عن الحقيقة يعني حينما نقول أن الله عالم طبعا علم الله يختلف عن علمنا نحن لا ندرك كنه وحقيقة علم الله سبحانه وتعالى المقدار الذي ندركه أن الله سبحانه وتعالى ليس بجاهل والأشياء منكشفة لديه ولكن كيفية ذلك العلم لا نعلمه لأن العلم هو عين ذات الله وذات الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا نحن كما ذكرنا فيما مضى الحقائق المادية كثير من الأحيان مجهولة لنا ولكن نعرفها عن طريق آثارها وقد مثلنا فيما مضى بالكهرباء ذكرنا أن الكهرباء نحن نعرفه عبر آثاره الضياء البرودة التبريد التدفئة وما إلى ذلك ولكن ما هو حقيقة الكهرباء لا نعلم ذلك على كل حال المقصود أن الألفاظ التي استعملت بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هذه تشير إشارة لكنها لا تكشف عن الحقيقة لعدم قابليتنا نحن لإدراك تلك الحقيقة لا لأن تلك الحقيقة ليست منكشفة كلا وإنما نحن لا يمكننا أن ندرك تلك الحقيقة لأننا محدودون والمحدود لا يحيط علما بغير المحدود ولا يحيطون به علما وإنما مجرد إشارات الآن أنت تأتي بطفل صغير هذا الطفل الصغير يسألك عن مفاهيم أنت لا تتمكن من بيان تلك المفاهيم لهذا الطفل لماذا؟ أنت تعلم تلك المفاهيم وتعرفها ويمكن أن تبينها للناس الذين هم كبار يفهمون ذلك لماذا أنت لا تتمكن من بيانها لهذا الطفل لا لعجز فيك وإنما لعدم قابلية ذلك الطفل لاستيعاب هذه الأمور وحتى الكبار يعني الآن مثلا إذا واحد متخصص في علم الفيزياء لنفرض أنشتاين يأتي ويلقي محاضرة حول أدق المسال الفيزيائية نحن الذين لم ندرس الفيزياء لا نفهم من كلامه شيئا لماذا لا نفهم من كلامه شيئا لا لأن كلامه ليس بواضح لا هو كلامه واضح ولكن نحن لسنا ذوي قابلية لفهم هذه المعاني الفيزيائية الدقيقة لماذا؟ لأن فهم تلك المعاني الفيزيائية الدقيقة بحاجة إلى مستوى راقي وهذا المستوى الراقي يمكن للإنسان عن طريق الدراسة سنوات طويلة في تخصص الفيزياء يصل إلى ذلك المستوى لكن الإنسان بعض الأحيان لا يمكنه أن يصل إلى مستوى فلذلك لا يدرك حقائق لا يمكن أن يصل إلى مستواها نعم هناك قد تكون إشارة عابرة إلى تلك الحقيقة ومعرفة بعض الآثار بعض الآثار الإنسان قد يعرفها الآن يمكن إذا عالم فيزيائي يريد يوضح لنا الطاقة الذرية قد لا نفهم من كلامه شيئا لكن يمكن عن طريق الآثار نشاهد القنبلة النووية مثلا وتخريبها نشاهد مثلا حركة بعض المفاعل النووية في إنتاج الطاقة نعرف أن هناك طاقة تسمى الطاقة النووية وهذه آثارها بهذا المقدار نعرف أما الحقيقة لا نعرفه إذا نحن في الأمور المادية هكذا ففي الأمور المعنوية النسبة أشد وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الله وجوده ظاهر جدا لكن نحن لسنا ذوي قابلية لإدراك تلك الحقيقة كما هي وإنما نعرف معرفة ظاهرة عن طريق الآثار أو شوية إذا واحد يرتفع عن طريق نفس الذات يعرف الله سبحانه وتعالى يعرف الله بالله كما مر سابقا ولكن أيضا هذه معرفة لا تكشف عن كل الحقيقة نظير مثلا الأعمى الذي لا يدرك نور الشمس هذا الأعمى الذي لا يدرك نور الشمس لا لنقص في نور الشمس وإنما لنقص في هذا الأعمى لأنه لا يتمكن من الرؤية بصره محجوب فلذلك لا يتمكن من الرؤية فلا يمكنه أن يعرف أو أن يدرك نور الشمس لكن الذي له بصر يدرك نور الشمس ويراها لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول عجزت دونه العبارة العبارات عاجزة عن بيان حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى لماذا ذكرناه أولا لأن الناس وضعوا ألفاظ في المعاني التي يألفونها وأما المعاني التي لا يألفونها لم يضعوا لها ألفاظا وكذلك الله سبحانه وتعالى أسمى وأجل من أن يدركه الإنسان بحقيقته فلذا الألفاظ لا يمكن أن تكشف عن حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى مزيد إحنا باللافظ لا نتمكن لكن بعض الأحيان الإنسان يدرك أمور لكن لا يتمكن التعبير عنها حسب المثل المعروف يقولون الشيء كثير من الأشياء تدرك ولا توصف يعني الآن إذا واحد من عندنا يريد يصف رائحة ورد معين ماذا يقول لا نتمكن من التعبير والوصف لرائحة ورد معين نعم ندركه إذا أردنا أن ننقل حقيقة الرائحة المعينة لورد معين لشخص قد نستعمل ألفاظ هلامية أنه رائحة طيبة جيدة تشرح القلب بثلا وتوجب السكون في النفس والاستقرار لكن هذه لا تكشف عن حقيقة تلك الرائحة لذلك الورد وإنما إذا أردنا أن يعرف تلك الحقيقة نأتي بذلك الورد أو نأخذه إلى ذلك الورد فيشتم فحين ذاك يدرك حقيقة تلك الرائحة زين الله سبحانه وتعالى الألفاظ لا يمكنها أن تكشف عن حقيقة ذاته زين هس ندركه بدون استعمال ألفاظ لا يمكن ذلك وكلت دونه الأبصار الكلل بمعنى العاجز والتعب الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالعين فأنت لا تتمكن أن تصف الله سبحانه وتعالى بما يكشف عن حقيقة ذاته ولا يمكن أن تدرك الله سبحانه وتعالى بصفاته بحواسك تدرك الله سبحانه وتعالى فلذلك لا يمكنك ولا يمكننا أن ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى ولذلك الإمام الرضا يقول وكلت دونه الأبصار وظل فيه تصاريف الصفات أنت هذه الصفة دخلها في الأوزان الصرفية المختلفة هذه الأوصاف باطلة إلا الوصف الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته فلذلك هو الذي يختار الصفات التي هذه الصفات تشير إلى ذاته ولا تكشف حقيقة ذلك الذات لعدم قابليتنا لمعرفة حقيقة الذات وظلت فيه تصاريف الصفات زين إذا كان هكذا أن الله سبحانه وتعالى الألفاظ لا تعبر عن حقيقته لا يمكن إحساسه ولا يمكن أنه نغير الألفاظ بتصاريف مختلفة لنصل إلى حقيقة ذاته هل هو لنقص فيه؟ كلا الله أسمى من النقص لذلك الإمام يقول احتجب بغير حجاب محجوب الله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه الخلق لا يمكنهم أن يحسوا بالله سبحانه وتعالى سواء بحواسهم الظاهرية أو قوى الإدراك الباطنية بسبب أن الناس غير قابلين لذلك ليست لهم القابلية احتجب بغير حجاب محجوب هنا محجوب اسم مفعول ولكن المقصود به اسم الفاعل وفي القرآن أيضا استعمل اسم المفعول وأريد به اسم الفاعل احتجب بغير حجاب محجوب يعني بغير حجاب حاجب لا يوجد هناك حاجب بين الله وبيننا ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى محتجب بمعنى أنه لا يمكن أن ندركه بحقيقته لماذا؟ لنقص فينا لا لنقص فيه كما مثلنا في مثال الأعمى الشمس محتجب عن الأعمى لا لأن الشمس خلف السحاب لا لأن الشمس مكسوفة وإنما بسبب أن هذا الأعمى فاقد للبصر ثم بعد ذلك الإمام يقول احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور الجملتان قد تكونان مترادفتين يعني احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور أو المقصود احتجب بغير حجاب محجوب يعني الإنسان بقوى بقوى الحواس بالحواس الخمس لا يمكنه أن يدرك حقيقة الله واستتر بغير ستر مستور يراد به قوى الإدراك الباطنية الله سبحانه وتعالى استتر لكن بغير ستر ساتر ساتر زيان إذا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نحسه بالحواس الخمسة ولا يمكن لقوى الإدراك الباطنية أن تصل إلى حقيقة ذات الله فهل معرفة الله تكون مستحيلة حينئذ الجواب كلا معرفة الله ليست مستحيلة لأن المعرفة لا تنحصر بالمعرفة بالرؤية أو بالإدراك عبر قوى الإدراك الباطنية وإنما هناك طريق آخر للمعرفة وهو معرفة الشيء عن طريق آثاره أنت حينما ترى الأثر الأثر يدلك على المؤثر وإذا الإنسان ترقى أكثر في المعرفة يمكنه بدون رؤية الآثار أن يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى ولكن غالب الناس طريقهم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هو النظر في مخلوقاته وفي عظيم مخلوقاته والأثر يدل على المؤثر لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول عرف بغير رؤية معرفة الله ليست بالرؤية نحن الآن حتى في الأمور المادية نعلم بكثير من الأمور ولم نرها البلدان البعيدة التي لم نذهب إليها ولم نشاهد صورها ولم نشاهد أفلامها في التلفاز أو غير التلفاز نحن نعلم بها هل علمنا بها عن طريق الرؤية؟ كلا وإنما علمنا بها عن طريق إخبار الثقات زين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمعاجزهم نعلم بأنهم صادقين فحينما يخبرون بوجود الله سبحانه وتعالى نصدقهم لذلك لا أن وجود الله سبحانه وتعالى معرفته متوقفة على كلام الأنبياء وإنما هذا أحد الطرق أنه الصادق الأمين يخبرك عن أمر وأنت تعلم بأنه صادق وقبل كلام الأنبياء العقل العقل يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى عرفه بغير الرؤية زين أصل الكلام كان حول شنو؟ في هذا الحديث في هذا الحديث الكلام كان حول التوحيد ومسائل التوحيد الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ووصفها بغير صورة الله نصفه بالعلم نصفه بالقدرة نصفه بالحياة ونصفه بسائر صفات الذات ونصفه بصفات الفعل ونسلب عنه النقائص وهذه أوصاف نصفه الله سبحانه وتعالى بها ولكن هذه أوصاف توقيفية وصفه بغير الصورة الصورة كما ذكرنا هي حدود الجسم حدود الجسم تسمى صورة لذلك الجسم الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فليس له صورة لأنه يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع إذا هو ليس بجسم فلوازم الجسم منتفية عنه لذلك وصفه بغير الصورة وأما من يزعم أن الله سبحانه وتعالى له صورة فهذا وصف يدل على بطلانه العقل والنقل وهو وصف لله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه ووصفه بغير صورة ونعته بغير جسم الله سبحانه وتعالى حينما نصفه هذا الوصف لا يكون بأنه جسم الله سبحانه وتعالى يوصف الأجسام كما سنبينها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لذلك الإمام يقول ونعته بغير جسم لا إله إلا الله الكبير المتعال يعني الإمام يقول أنه عرف بغير رؤية وصف بغير صورة نعته بغير جسم هذا ليس نقصا في الله بل الله سبحانه وتعالى من كماله أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى من كماله أنه ليست له صورة الله سبحانه وتعالى من كماله أنه ليس بجسم لذا قال لا إله إلا الله الكبير المتعال فهذا حديث يشرح مجموعة من الأدلة العقلية والأدلة النقلية الموجودة في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله في مسائل التوحيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلہ الطاهرين موسيقى 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 موسيقى